اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيديوهات لاغنام تسير بشكل دائري شرق الصين وايضا في الكرك في الاردن وفيديوهات ايضا لطيور واسماك ونمل يسيرون بشكل دائري باتجاه حركة عقارب الساعة والحقيقة يا اخوة انه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون لا يوجد شيء عبث في هذا الكون هذه الحيوانات اذا غيرت من سلوكها فوالله اعلم لا بد ان يكون هناك حدث غريب وخطير هذه الحيوانات اذا صبر منها سلوك غريب فلا بد ان يكون هناك حدث غريب وخطير فالحيوانات كما نعلم تسمع ما لا نسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الامة خصف ومسخ وقذف خصف يعني الارض تنشق وتبتلع الناس ممكن خصف ممكن زلزال وهذا بالزلازل والبراكين ومسخ اناس يمسخهم الله قرادة وخنازير قيل انهم يمسخون على صورهم وقيل انهم يمسخون في اخلاقهم يعني افعالهم تصبح تشاره من القرادة والخنازير وهذا ملاحظ خصف ومسخ وقذف قذف يعني حجارة من السماء نيازك شوب الله اعلم قيل مدى ذلك يا رسول الله قال اذا ظهرت المعازف والقينات وشربة الخمور بربكم اليس هذا زمانها المعازف معازف في كل مكان في كل مكان الناس باتوا مدمينين عليها والقينات المغنيات اليوم دول عربية تستقبل العاهرات والمغنيات والمغنيات والشواذ وأبناء المسلمين يطبلون ويزمرون لهم نحن في زمان مرعب وهذه الإشارات لا ينبغي أن يعني تذهب هكذا المؤمن الموفق الكيس الفطن اللبيب يفهموا مثل هذه الإشارات عام 2008 في إحدى مدن الصين لاحظوا أن الضفاضع تقفز من البحيرة إلى الشوارع وفي مدينة وهان لاحظوا أن الحمر الوحشية بدأت بالاضطراب وبضرب رؤوسها بالأبواب وطيور الطاووس أيضا بدأت بالصياح وهكذا سلوك غريب بعدها وقع زلزان مدمر بعدها بأيام سبحان الله وعملوا يعني دراسات أيضا في إيطاليا في ألمانيا لاحظوا أن الحيوانات يعني تتنبأ بالزلزال قبل وقوعه تسمع ترددات نحن لا نسمعها في السنة الشريفة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البهائمة تسمع أصوات المعذبين في القبور مر عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فقال إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم تسمعه البهائم إذن يسمعون ما لا نسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم صوت اديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا ترى الملائكة وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وفي حديث آخر إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر في الليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرين ما لتاون إذن يسمعون يسمعون أمورا لا نسمعها نحن فهذه الظاهرة لا ينبغي أن تمر هكذا فأغلبنا اليوم في غفلة هؤلاء أي أمر يحدث في هذا الكون يقولون عنه طبيعي طبيعي ويبدأون بالتحليلات وإلى ما هنالك كسوف خسوف أمر طبيعي زلزال أمر طبيعي أما المؤمن يفهم الرسالة من الله عز وجل لعلها تكون رسالة نحن لا نجزم أنا الآن لا أجزم أقول ربما لأن المؤمن ينظر من هذا المنظور النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة هم يقولون طبيعي الزلازل الزلازل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة كثرة الزلازل أن تكثر الزلازل وترون كثرة الزلازل في الآوينة الأخيرة زلازل بالعشرات هذه كلها رسائل عباد الله رسائل حتى يستيقظ العباد حتى يتنبه العباد وخاصة ونحن في هذا الزمان المخيف المرعب الذي ازداد فيه الخبث والفجور والطغيان طب إيش المطلوب؟ المطلوب هو أن نرجع إلى الله ما نستنى والله حتى ليه الناس هيك والناس هيك كل واحد يرجع من نفسه سل الله الثبات حافظ على صلاتك هذا رأس مالك أعظم ما تقدم به على الله والصلاة ودائما كنت دائما بقولكم كل شيء يحط بكفة والصلاة بكفة حافظوا على الصلاة صلاة الجماعة في المساجل وسلوا الله الثبات وحصن الخاتم عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة يا أهل الله يا أمة محمد النخوي العالم جنديري ستحت الأنقاض ما في حدا يساعدنا لكن بريسات إلى كل جميع فرق الادفاع المدني اللي بأطمي اللي بعقربات دعوا يا أهلي لك ما في حدا لك شو يقيف ما في قزامي ما في العالم طيبي وما عم نقدر الطالعها كرامي لأ الله لك ماتت النخوي تخيلكم حيالكم لتحق الأنقاض تعالوا تخيلكم حيالكم كرام تحق الأنقاض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة